قال المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة أربيل المقدم هوكر عزيز أنه تم تفكيك مافيا في قضاء خبات التابع للمحافظة وأضف في تصريح أطلبه للصحفيين أن شرطة ألقت القبض على شخصين سرق خزينة كان بداخلها مبلغ مالي مقداره 800 ألف دينار من دائرة خبات وكانوا يخططون لعملية سرقة أكبر من هذه الدائرة إلا أن مسؤول الحسابات كان يقضاً واستحب المبالغ المالية معه إلى المنزل ولم يدعها داخل الخزينة وأتابع بالقول أن المتهمين ذهبوا إلى الدائرة إلا أنهم وجدوا الخزينة خالية ليكتبوا عليها عبارة مافيا تأربيل مؤكداً القبض على الشخصين المتهمين وإحالتهم إلى القضاء بموجب المدات 443 من قانون العقوبات العراقي وأتبع المتحدث باسم الشرطة القول أن المتهمين أعمارهم بين 20 و25 سنة وهم من سكانة خبات